أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما التحليل بي الوحدة الأولى غلافة جوية أتموسفير ونواصل شرح مقاطع لهذه الوحدة وهنا اليوم نتناول أقسام الغلافة الجوية الأتموسفير أقسام الغلافة الجوية الأتموسفير وهي ستة كما ذكرنا من قبل ونمرة واحد هي التروبسفير هي الطبقة السهلة حتى يرتفاع 12 كيلوميتر وهنا ارتفاع مهم تحتوي على 99% من الملويسات الغازية الطبقة الثانية الستراتوسفير وتبدأ من سقف التروبسفير حتى 55 كيلوميتر وهنا ارتفاع مهم تحتوي على غاز الأوزون وعرفنا أهمية غاز الأوزون في هذه الطبقة يحمينا من الأشعة فوق البنفسجية نمرة ثلاثة الميزوسفير تبدأ من سقف السراتوسفير حتى ارتفاع 80 كيلوميتر وهذا ارتفاع مهم ومن ضمن مكوناتها الغازية عندنا الهايدروجين والهيليوم والطبقة الرابعة هي السيرموسفير تبدأ من سقف الميزوسفير حتى 500 كيلوميتر وهنا الاتفاعل مهم الجهز السفلي منها يتكون من الأكسجين والنيتروجين والهيليوم وتحتوي على طبقة مشحونة كهربيا تسمى يونسفير وتتم بها التفاعلات الكيمياء ضوئية للأشعة فوق البنفسجية الطبقة الخامس الإكسسفير وتمتد ما بين 500 إلى 750 كم ومكوناتها الأكسجين الزري والهايدروجين والهيليوم والطبقة الأخيرة الماغنيتوسفير وطبقة الماغنيتوسفير تمتد ما بين 700 إلى آخر الغلاف الجوي وآخر الغلاف الجوي هو 1000 كم تحتوي على جزيات وزرات مشحونة كهربية وفيها غلاف مملوك الحقل المقناطيسي كما شرحنا من قبل الطبقات في شريحة السابقة طبقة التروبوسفير طبقة التروبوسفير وتليها طبقة السراتوسفير والميزوسفير والسيمو الإكسسفير إلى آخر الطبقات الماغنيتوسفير ونلاحظ بشكل واضح هنا الطائرات تحلق في الطبقة الدنيا هنا طبقة التوربوسفير ولاحظنا من قبل أن وجود الأوزون في طبقة السراتوسفير وبشكل واضح هنا الشكل اليمين هنا نلاحظ نقطة التقاء ما بين التروبوسفير والستراتوسفير فوجود الأوزون في طبقة الستراتوسفير يحمينا من الأشعة فوق البنسجية القادمة من الشمس وهنا نلاحظ درية الحرارة تقل في طبقة التروبوسفير كلما ارتفعنا لأعلى وهنا Air Temperature increases في سايت يعني ترتفع درية الحرارة إلى أعلى وهنا ترتفع إلى أعلى وهنا تقل كلما مشهنا إلى أعلى مواصلة لشرح طبقات القلافة الجوي بشكل مفصل هنا نرى طبقة هنا سطح الأرض أو surface temperature أو درية الحرارة على سطح الأرض فنرى هنا التروبوسفير أو حدود طبقة التروبوسفير ونلاحظ تحليق هذا النصر عند 11.5 كيلومتر ونلاحظ jet stream ونلاحظ الطيران من 9 إلى 12 كيلومتر وأيضا هنا وجود بكتيريا على ارتفاع 30 إلى 40 كيلومتر وأيضا هناك بالونات هواء أو الوزا بالونس على ارتفاع 40 كيلومتر في داخل طبقة الاستراتوسفير ودرجة الحرارة كما نراحظ هنا من ناقص 55 إلى ناقص 75 سنتيجريت أو درجة مئوية فنلاحظ بشكل واضح أن درجة الحرارة تقل بـ H إنما نرتفع إلى أعلى وهنا درجة الحرارة ترتفع قليلا بهذا الاتجاه في طبقة الاستراتوسفير إلى أن تصل إلى 3 درجة مئوية وفي طبقة الميزوسفير الطبقة الثالثة درجة الحرارة ترتفع عندما نتجه إلى أسفل وتنقص عندما نتجه إلى أعلى وهنا في حدود الميزوسفير نرى أن هنا درجة الحرارة هي ناقص 85 درجة مئوية ونلاحظ في طبقة الميزوسفير هنا نرى بشكل واضح الـ Sounding Rocket الصواريخ الصوتية وأيضا نرى الدمار النيازك المستمترات ترتفع في الميزوسفير أي النيازك تحترق هنا في هذه الطبقة وأيضا هنا نسمى بـ H السحب الليلية المضيئة وإذا ذهبنا إلى أعلى في طبقة السيرمسفير نلاحظ أنه هنا بعض الـ International Space Station على ارتفاع 320 إلى 380 كيلو ميتر وأيضا نلاحظ درجة الحرارة هنا ترتفع بارتفاعنا في اتجاه الأعلى في طبقة السيرمسفير في هذا حدودها ودرجة الحرارة تصل إلى 1500 إلى 2500 درجة مئوية وهنا نلاحظ في آخر طبقة هنا قبل الأخير الإكزوسفير ونلاحظ هنا هوبل تليسكوب هوبل الذي يطلق عن طريق اليونيت ستيت في سنة 1990 ومن ضمن الأشياء المهمة لهذا التليسكوب أنه يأتي ببعض المعلومات عن الأجسام الفضائية ويرسل الصور وبعض المعلومات عن الأجسام الفضائية وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصل في مقاطع أخرى لشرح هذه الوحدة ترجمة نانسي قنقر